الأساس الأول ليس ترتيب بعدين أتكلم عن الأهمية في المبع تعزيز السلوك الإيجابي هذا الولد فيه صفات إيجابية بالفطرة وفيه سلوكية إيجابية نحسنها نعززها بالمدح بالتناء بالتعزيز الإيجابي بالفخر بالولد بضمة الولد أنا فخور بك تعال تستحق ضب أنا فخور بك حبيبي السماء علي تناء علي كل الأساليب اللي تعزز هذا السلوك الإيجابي اللي هو مرتبط بالرفع المعنويات والاعتزاز والإفتخار حتى يصبح هذا السلوك وجدان عند الولد يفتخر ويعتز به ولكن لا ينتظر الأب أن يفعل شيء ابنه يعني هو يبادر بهذا التعزيز الإيجابي يبادر لما يرى لما يرى هذه المبادرة تكون في ثلاث أشياء تكون بأنني أشجع الإبن حتى يعمل ويبادر أو أمدح السلوك الحسن الذي قام به أو أمدح المحاول وإن فشلت لو مدحه من غير أن يفعل شيئا الولد هذا افتخار هذا اعتزاز هذا وجدان تعبير عن عاطفة أنا فخور بك لذاتك لكن ينفع هذا جزء مهم جدا من الأساريب تربوية إذن تعزيز السلوك الإيجابي هذا الأول تعزيز السلوك السلبي إذا الولد قام بسلوك سلبي طبيعي قد يكون طرق سلبية لأن الإنسان هذا يمكن أن تكلم عنه كرؤية رؤية تربوية الإنسان تحركه الغرائز والقيم فاحيان الغرائز تقوى و الإسلام يهدي بالغرائز و يعطي القيمة أعلى لكن أحيان الغرائز تغلب فإذا نعدل السلوك هذا نسميه تعديل السلوك إيجابي تعديل السلوك إيجابي بمعنى كيف تعديل السلوك السلبي كيف تبعد ابنك عن السلوكية السلبية ليس بالضرب ليس بالعقاب هذا يسمى تعديل وليس عقاب وليس محاكمة الذي يحاكم ويعاقب هو القاضي القاضي لا يعرف تعديل القاضي دوره في المجتمع أن حتى القاضي فيه سيسم روح القانون فيه الدوافع هناك دوافع فيه التخفيف حتى القاضي عنده شيء من التعديل وغير من الأمور ولكن دوره أنا لست قاضيا أنا لست قاضيا أحاكم وأطبق القوانين وأطبق العقوبات على الإبن أنا أعدل هذا مفهوم قوي للتربية نعم هذه التربية التقويم والإصلاح نعم أصلح ابني نعم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وواحد جاي كذا مس على صدره دعا له اذنوا مني هذا تعديل سلوك قال مثلا روح صوم مارس رياضة مارس كذا ما عاقبه كذا هذا التعديل السلوك السلمي ثلاثة بناء ثقة تكون بيني وبينها أبناء ثقة ما يكون فيها شك وتجسس وهرم الأمور ما أجسس عليهم ما أعدهم وأكذب وذا كان النفس لما ما أدري سمع رأى واحد أو أم تقول لي تعالى أعطيك وماسك يدها فالنفس عراد أن يتحقق لماذا لأن هناك أساس من أستربيسة يهدم هل فعلا إذا جاءك تعطيه أم فقط لتستدرجي قلت لا عندي أعطيه فاطمع النفس بمعنى لما تعيد ابنك أو كذا وما تعطيه تهديم هذه التقة لما تتجسس عليه تهديم هذه التقة لما تشكك فيه وفي قدراته وفي أخلاقي بناء الثقة نعم والرابع هو بناء العلاقة أن تكون هناك علاقة إيجابية بيني وبين هذا الابن بناء الحميمية علاقة أقوى الحميمية جزء من العلاقة جزء من العلاقة جزء و هذه بناء العلاقة منهج قرآني و رؤية قرآني لا تحاب بشرا بمعنى لا تحاب حتى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أنت يا محمد يا سيد المرسلين يا يوم مؤيد بالوحي أيضا تنطبق عليك هذا المبدأ بناء العلاقة فبما رحمة من الله لانتلاه بالرحمة و لو كنت فضا غاليد القلب لن فض من حولك شنو معنى فضا غاليد القلب لن فض من حولك تركوك لم يجتمعوا حولك بمعنى بما تجتمعوا حولك بالرحمة بالرأفة بالعلاقة الإيجابية هي سنة قرآنية شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة